بالنسبة للمسألة التانية هي زي المسألة الأولى بالضبط بس فيه اختلاف واحد بس هو هنا عندي جزئين بيكونولي حاجة اسمها High Level Language Expression يعني ايه؟ High Level Language Expression يعني Two Expression معتمدين على بعض يعني نتيجة الإكسبراشن الأولاني هستخدمها في الإكسبراشن التاني بس طيب ايه اللي هيفرق ده عنده؟ اللي هيفرق ده عنده؟ بس ان انا ابقى فاهم ان لما اخد Result Equal A زائد B زائد C في D هتطلعني نتيجة النتيجة ديت هاستخدمها في الإكسبراشن التاني Result Plus Equal معناه Result Equal Result اللي فوق اللي هي نتيجة اللي فوق Plus X Plus Y Plus Z في W طب لو كانت Result Minus Equal معناها ايه؟ معناها Result Equal Result Minus X Plus Y Plus Z في W مهم جدا تبقى عارف ترتيب العمليات الحسابية يعني الأولوية في التنفيذ أول حاجة بتبقى المين للأقويس وبعدين عملية الضرب والإسمة بعدين عملية الجامعة والطرح فلما نيجي هنا ننفذ الإكسبراشن الأولاني هو هنا عايزني بالزيرو أدرس والوان أدرس والتو أدرس والثري أدرس لما أجي ننفذ الإكسبراشن الأولاني بالزيرو أدرس هعمل بوش للإيه الأول؟ لأ هجيب الأولوية لعملية الضرب هعمل بوش للسي وبعدين بوش للدي بعدين هعمل لهم ملتبلاي بعدين هعمل بوش للبي وعمل لها آد بعدين بوش للإيه وعمل لها آد تمام؟ يبقى بنبدأ بعملية الضرب طب لما نزل على الإكسبراشن الثاني اللي تحت هعمل بوش لمين للواي الأول بعدين بوش للز بعدين هعمل لهم آد بعدين بوش للدابلي وعمل لها ملتبلاي بعدين بوش للإكس وهعمل لها آد بعدين بوش لإيه للفوق دي الرزن وهعمل لها آد وفي الآخر هقوله بوب رزن سهلة جدا هي هيها زي اللي فوق بالضبط ما فيهاش أي اختلاف كل الفرق إن أنا بستخدم الناتج بتاع الأولاني أحطه في الثاني تمام؟ تعال نشوفها كده مع بعض هتلاقيه في الزيرو أدرس عمل بوش للسي بوش للدي ضربهم في بعض بعدين بوب التي ليه؟ عشان ياخد النتيجة كده في إيده عشان ما اضضعش منه وبعدين عمل بوش للبي وعمل لها آد اخد بالك هنا بوش بي وبعدين هنا آد طبعا يعني ننستها وبعدين عمل بوش للإيه وعمل لها آد يعني نكمل الورا يعني أنا بدأ هنا زيرو أدرس وان أدرس تو أدرس تري أدرس والتكملة لكل عمود في الصفحة اللي مكتوب عليها اتنين وانت بقى فاهم الحل يعني هتلاقي العمود الأولاني ده اللي هو اللي فيه زيرو أدرس أو الوان أدرس أو التو أدرس أو ثري أدرس تكملتهم فين؟ تكملتهم في الصفحة اللي مكتوب فيها اتنين عملت ايه بعد كده؟ عملت بوش للتي اللي هي اللي أنا عملت اللها بوب في الأول وبعدين آد بعدين عملت بوب للرسلت يعني حطيت الناتج الأخير حطيته في كلمة إيه؟ رسلت خلاص؟ خلاص عملت بعد كده بوش للواي وبوش للإكس وعملت لهم آد اللي هي القسين اللي هي اللي ما بين القسين بعدين عملت بوش للدابليو وفيها ملتيبلاي بعدين بوش للإكس سوري دي تزد تمام؟ بعدين بوش للإكس وآد بعدين بوش للرسلت اللي أنا كنت أعمل لها بوب اللي هي نتج الإكسبريشن الأولاني وعملت له آد بعدين بوب للرسلت نفس النظام الوان أدرس والتو أدرس والتري أدرس بنفس الطريقة اللي احنا حلنا بيها فوق تمام؟ نيجي بقى على السؤال التالت ترجمة نانسي قنقر